موسيقى أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مشاهدين أينما كنتم أشرفت حركة النهضة التونسية على نهاية العشرية الثالثة لتأسيسها واحتفلت منذ أيام ببلوغ عامها التاسع والعشرين في هذا السن تعيش النهضة ممزقة بين الداخل والمهاجر والمنافي وقد تجاوزت العشرية الثانية على هذه الحالة غادر كل قيادات أعضاء الحركة السجون باستثناء الدكتور صادق شورو وخفى الضغط على المهجر أيضا فتمت تسوية ملفات بعض المهجرين وعاد البعض منهم إلى البلاد من بينهم الدكتور عبد المجيد النجار لكن السؤال الرئيس يظل متى يعود رئيسها الشيخ راشد الغنوشي وهل الحركة اليوم فاعلة وحية كما كانت أم هي في حالة موت سرري كما يقول البعض يسعدنا أن نصطريف المعني الأول بالأمر أحد مؤسسي الحركة ورئيسها الشيخ راشد الغنوشي لنسأله عن ذكرى التأسيس وواقع الحركة اليوم وأبواب العودة التي فتحت للدكتور النجار هل يمكن الاستفادة منها لتسهيل الطريق إلى تونس بوضوح هذا نصطريف الليلة الشيخ راشد الغنوشي وبوضوحه صراحة نرجو أن تريدنا الأجوبة من ضيفنا وضيفكم شيخ راشد أشكرك على تلبية هذه الدعوة مرحبا لا ندري في الحقيقة أن أقول مبروك ذكرى التأسيس أم فرج الله كربكم على كل حال ماذا تعني ذكرى التأسيس إذا كانت الحركة قضت ثلاثة أرباع عمورها ما بين السجن والمنفى بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أولا أهنئك بالسلام الأخ صالح أشكرك فأنت عايد من ساحة من أكرمي وأهمي وأقدسي ساحات الجهاد ضد عدو الأمة الأكبر العدو الصيوني فالحمد لله على سلامتك الله يسلمك وعلى كل حال لعلك كنت التونسي الوحيد وكنت أتمنى أن تكون لك مثل بقية الناس استقبالات لماذا استقبل الناس في الجزائر استقبلت أولادها وفي كل مكان هناك استقبالات تونس لم تشهد استقبالات على كل حال أنا عائد الأسبوع القادم ربما يستقبلون لم تشهد استقبالات لأنها لم تنطلق منها سفن ولماذا التونسيون ليسوا أقل اهتمام وليسوا أقل تحرق على القضية الفلسطينية إن لم يكنوا أكثر ولكن السؤال لماذا تونس لم تشهد احتفالات بعودة أبنائها ولماذا لم تخرج منها سفن كما خرجت من بلاد أخرى على كل حال لعله يحصل هذا في المستقبل نعمل ذلك أشكرك على التهنية بهذه الذكرى التاسع والعشرين لتأسيس حركة الاتجاه الإسلامي سلف النهضة يعني عندما فرض قانون الأحزاب فرض استبعاد ما يسمى بحزب ديني ونحن لا نعتبر أنفسنا حزب ديني بهذا المعنى الضيق نحن حزب إسلامي وطني ديمقراطي عند إذن اضطرنا إلى أن نغير اسم الاتجاه الإسلامي حركة الاتجاه الإسلامي إلى حركة النهضة حتى نتفاعل ننسجم مع القانون ولكن القانون ظل باستمرار كلما دققنا بابه إلا وخرج إلينا يحمل عصاء منذ واحد وثمانين ونحن ندق باب القانون مرة بعد مرة نتقدم بطلبات اعتمادنا حزب سياسي ولكن القانون كان باستمرار يخرج لنا القانون الظالم يخرج حاملا عصاء ليعتقل ويقتل ويعذب الألاف من أبناء هذه الحركة لكن على كل حال هذا كله سلسلة المحنة التي بدأت من واحد ثمانين سبعة وثمانين واحد وتسعين اثنين وتسعين ومتواصلة حتى الآن لم تقضي على مشروع النهضة لأن المشاريع العقدية التي تلبي مطلبا شعبيا لا يمكن لعصاء الدكتاتورية أن تقضي عليها وإنما تعمقها تحدث فرزا فيها فالنهضة اليوم حاضرة في البلاد وحاضرة خارج البلاد وحاضرة في قلوب الناس ومحنة النهضة ليست معزولة عن محنة شعب تونس سنأتي بشيء من التفصيل على هذا ولكن أنا قلت ماذا يعني أن تحتفل بالذكرى وكأنك تحتفل بالمأساة عندما تقضي عشرين سنة في المهجر يعني ثلاثة أرباع عمر هذه الحركة ما بين السجن والمنفى يعني الاحتفال بماذا؟ هي مسألة رمزية؟ أولا احتفال بالصمود والصمود عندما تواجه بميزان قوة مختل لصالح عدوك الصمود والثبات هو بنفسه نصر وكما يقال الضربة التي لا تقضي عليك هي تزيد كقوة فنحن نحتفي بصمود أبطال السجون ونهنئهم ونهنئ زوجاتهم وأبناءهم وأباءهم وأمهاتهم ونهنئ أصدقاءهم وأنصارهم في العالم الذين صمدوا معهم في هذه المحنة ونحن نحتفي بأن حركتنا اليوم قد تجاوزت بنجاح امتحان البقاء الذي فقد استهدفت وجوديا بخطة استئصال نحن نعتبر اليوم أن النهضة في حالة نمو وليست في حالة محافظة على الوجود قد تجاوزنا ربحنا معركة الوجود ونحن اليوم بصدد معركة التجديد والإحياء والانتشار واستثمار هذه التضحيات الكبرى التي لم يمر لها مثيل في تاريخ البلاد على كل حال هذا ورد في بيانكم أيضا بيان ذكرى التأسيس البعض رأى في هذا البيان في الحقيقة احتفال بنصر غير موجود تحقيق إنجازات موجودة فقط في الأحلام هو بيان يذكر كما قال البعض يذكر ببياناتنا العربية الرسمية التي تتحدث عن أشياء غير موجودة على أرض الواقع يعني وجود النهضة اليوم هو وجود غير فعل هو بقى ربما كأشخاص كأفراد ولكن على أرض الواقع لا وجود لفعل الوجود هو بالأثر والفعل وليس بالذات لو كنا كما تقول الأخ صالح لا سمح لنا بفتح دكان النظام لا يضع النظام عنده مشكلة أن يضيف دكانا اسم النهضة إلى بقية الدكاكين إذا كانت الحركة قذية عليه لماذا لا يسمح لها هناك ستة أو سبعة أحزاب ليست فاعلة في البلاد يعني بكل المقايسة ومعظمها ليست فاعلا ولذلك سمح لها أما الأحزاب التي يعتقد يظن بأنها قادرة على أن تحول شعارات الديمقراطية إلى واقع ديمقراطي إلى تعددية حقيقية هذه التي تدار عليها رحاء الأمن رحاء السلطة لو كان الأمر كما تقول وإن شاء الله ما نصلوش للحالة هذه التي يطمئن فيها النظام أننا لا نسوي شيئا فيعترفوا بنا على كل حال في بيان تأسيسكم البعض كان يتمنى أن يكون تشخيص لواقع وتحليل واعتراف ربما بأخطاء وخطاب جديد كانت اللهجة هي ذاتها لا أما قضية الأخطاء نحن لم نقل يوما بأننا ملائكة مقربون وقمنا منذ خمسة وتسعين ولعلنا أول حركة في البلاد بل في العالم العربي أول حركة تقوم بتقويم لمسارها وتسجل على نفسها أخطاء وعلى الآخرين أخطاء وتعلن ذلك يعني ليس سريا بحيث نحن ليس عندنا نوع غرور ولا نحن طائفي نتعامل بالنزعة طائفية على أننا مستعلون عن كله بل نحن بشر من الناس وحركة سياسية كبقية الحركات تصيب وتخطي وجز الله خيرا من أهدى لنا عيوبنا أحدهم ربما أهدى بعض هذه العوب في مقال له يقول الخطاب يقول أن الحركة كسبت معركة الهوية العربية والإسلامية بين الواقع أن حركة النهضة كانت غائبة لعشرين سنة يعني كيف تكسب معركة في تونس وأنت تعيش في المهجر ومن بقي منكم هناك في السجن يعني أيضا الخطاب يجب أن يكون قريب لله وأحد مثلك هذا يعني لو نظرا للحركة الوطنية بعد معركة بعد يعني في نيء بعد الحرب العالمية بعد قبل الحرب العالمية الثانية وبعد المحنة التي تعرضت لها واختفت قضي عليها لقال بأنه لن يكون الحركة الوطنية مستقبل ولو نظر أحد إلى مندلة وهو 26 سنة في السجن وحركته مضروبة لقال بأنه انتهت هذه المعركة يا صاحبي حركات الشعوب ليست حركات جيوش تحسم المعركة بالضربة الواحدة حركات الشعوب حركات التغيير قد لا تصل إلى أهدافها إلا بعد عشرات بالمئات السنين ولكن حركة الشعوب ما دامت ثابتة على مبادئها أهدافها واضحة وما دام أهلها مصممون على لصول هذه الأهداف فكون الطريق يطول هذا نحن كمسلمين نقول هذا قدر الله سبحانه وتعالى النتائج بيد الله ومن وجهة النظر التاريخية أنت لا تحقق النتائج في المطلق أنت تحقق النتائج ضمن حركة التاريخ أي ضمن موازين قوى ما هي الحركات الأخرى في البلاد إنسى النهضة ما هي الحركات الأخرى الفاعلة اليوم في البلاد ما هي هناك حركات معارضة كلها مضروبة هناك صحوة إسلامية الآن في توليس لا دخل للنهضة فيها هؤلاء أبناؤنا كيف أبناؤكم هم في العشرينات الشيخ راشد هم في العشرينات من عمورهم لو تحفر أنت تحقق جلد النهضويين في الحقيقة ستجدك تحت جلدهم اليوسفيين الزواتنة يعني الحركة التي قهرت موازين قوى الدولية قهرها ومحيقة حركة جامع الزيتونة وحركة اليوسفية التي تحالفت معها ولكن يعني أنا نظرت وتأملت في كثير من أبناء النهضة وجدتهم وجدت أن سلالاتهم تنتمي إلى الحركات التي محيقت موازين قوى سحقها لو الآن نظرت إلى هذا الجيل الجديد من الصحوة حكيت جلودهم ستجد كل واحد منهم هذا خاله هذا عمه هذا جده هذا قريب نهضوي فالحركات لا تولد من حدم الجهد الذي قامت به النهضة الجهد الحياي يوم ظهرت النهضة في بداية السبعينات لم يكن شاب يصلي في تونس ولا فتاة متحجبة والمساجد كانت فارغة يعني فيها ينعق فيها يسرح فيها البوم والعنكبوت ولكن تبين بأن المجهود الإحيائي الذي قامت به النهضة لم ينطلق من حدمه إنما انطلق من تراث تونس اليوم الصحوة القائمة في البلاد لا يمكن بحال أن تقطع عن الحركة الإحيائية التي انتشرت في البلاد والتي سنة 89 الشعب التونسي في غالبيته صوت لصالحها على كل حال هذا الكلام ربما يأتي من من أبناء النهضة الذين ربما شردوا يحاولون إلى حد ما الدفاع عن هذه الصحوة الموجودة في تونس وربط العلاقة الوجدانية فيما بين النهضة وهذا الامتداد الديني في تونس ولكن حتى من أبناء النهضة شيخ راشد هناك من يقر بأن مشروع النهضة يعاني من أزمة نحن نضال عشرين سنة سجن سبع سنوات أو ثمانية فقط عمل حر وخذت فيهم مواجهتين أيضا مواجهتين في 87 وفي 90 و91 يعني حركة النهضة لم تعش في الحقيقة حركة حرة طليقة إلا سبعة أو ثمانية سنة هذا شرف للنهضة أنا أقصد أنه شرف للنهضة أنها حركة مناضلة لو كانت النهضة متعايشة لو كانت النهضة متعايشة مع وضع فاسد مع وضع ديكتاتوري بوليسي فيه نهب للثروات فيه تضيع لاستقلال البلاد لو كانت النهضة متعايشة بمعنى مع هذا الوضع وقابلة له ربما كان عندها دكان من الدكاكين وما كان ولا كانت انتهت في الحقيقة لكن الحركة التي قدمت سيد من الشهداء وأبطالها صمدوا في تحت القصف خلال أكثر من 20 سنة هذه الحركة لا يمكن أن تموت بهذا الحركات لا يميتها القهر والضغط وإنما الذي يميت الحركات تفريطها في مبادئها وقيمها العليا على كل حال أنت تقول لا يمكن أن تموت ولكن هناك من يقول بأنها ماتت وربما هي في أحسن الأحوال هي في موت سريري شيخ راشد هؤلاء الشباب الذين في الشارع الآن في تونس في الجامعة لماذا تحدثوا على أمواتها هؤلاء تدينهم لماذا سب الأموات أذكروا موتاكم بخير من داخل الحركة هؤلاء من يقول نحتاج إلى خطاب جديد إلى جلد جديد هؤلاء الذين يقولون النهضة ماتت نقول مذكروا موتاكم بخير لماذا تسبوا فهل هل مشكلة البلد اليوم هل مشكلة البلاد اليوم هي النهضة هي التي تمثل حائق أمام الديمقراطية وأمام حقوق الإنسان وأمام العدل الاجتماعي وأمام ليس هذا هو القصد ولذلك لتتجه سهام الناس نحو الأمراض الحقيقية أما هذا التعاكل الذاتي أن الإنسان يخمش وجهه هذا لا يحقق شيئاً القصد هو أن النهضة التي ترفع مشعل التغيير منذ ثلاثين سنة يفترض أن تغير اسمها تغير طريقة خطابها تغير جلدها لا يمكن أن تبقى على خطابها القديم وقناعاتها القديمة لأن هذه القناعات لم تعد تقنع أحد في تونس حتى لا نكون رأيت أنا لو غيرت لو غيرت ثيابي راح في لأن يخطبني يخي قد تغير أنت ثيابك ولكن ما يخطبك يعني بدل أنك تقول أنا والله لو غيرت اسمي غيرت حوائجي غيرت خطابي راح الطرف الآخر يقبلني يخي لماذا أنت تفترض افتراضات كل هذه الافتراضات تحققت ونالك أعزاب أخرى غير النهضة في تونس ملاهي متهمة بالإسلامية ما هيش المعيشة إسلامية هي علمانية ديمقراطية وتقدمت بطلبات ولم تقبل فلماذا نجعل كأن مشكلة تونس اليوم هو النهضة ما هيش النهضة هي مشكلة تونس مشكلة تونس هو غياب القرية غياب الديمقراطية غياب حقوق الإنسان الشعب التونسي مقهور طب ماشي فتجهوا إلى المشكلة الحقيقة النهضة لو استأنفت عملها الآن في تونس كيف من أين تبدأ النهضة موجودة الآن يا صاحبي النهضة موجودة ماشي غايبة هل تظنوا بأن عشرات الألاف من المساجين اللي مرت عليهم طحونة لم يمر بها تاريخ البلاد وخرجوا بأجسام صحيح منهكة ولكن تحملها أرواح مرفرفة وعقول مشرقة هل هؤلاء تظنوا بأنه استقالوا يعني واستسلموا وناموا في بيوتهم هؤلاء على صلة بأقاربهم على صلة بجيرانهم وعلى صلة بأوساطهم هم جزء من حالة النهوض الإسلامي والنهوض السياسي الموجودة في البلد اليوم والنهوض الاجتماعي هي حركة نقبية أو هي حركة شبابية النهوض يجوز من الحالة هذه حالة شعب يريد أن يتحالى أن يعض على جراحه ويغالب هذه الدكتاتورية التي استعانت عليه بميزان قوى دول قهر يعني حتى بمعدل أرقام شيخ راشد هذا من حقك طبعا أن تدافع عن هذه الحركة التي تدفعت من عمرك 20 سنة في سبيلها في المنفى أو أكثر ولكن حتى بالأرقام معدل أعمار الحركة الآن أكثر من 40 سنة لا يوجد لكم جيل شاب في الجامعة هناك انقطاع في الأجيال وهذا الجيل الشاب هو الذخر الحقيقي في الحقيقة وهو الفاعل في الشارع الحركة الآن مترهلة يجب الاعتراف بذلك نحن موجودون في كل حالة نمو في كل حالة الصح في البلاد النهضة موجودة إذا كان هناك حالة نمو سياسي وهناك حالة نمو سياسي في المعارضة النهضة موجودة إذا كانت هناك حركة شبابية في الجامعة وغير الجامعة فالنهضة موجودة إذا كان هناك حركة نقبية ناهضة فالنهضة هي جزء من هذا السياق المجتمعي لا يمكن أن نتحدث عن نهضة معزولة عن مجتمع في حين أنه لم تبقى أسرة من الأسر التونسية إلا وفيها أكثر من النهضة طب أين هي النهضة إذا كان لم نرى مسيرة منذ عشرين سنة إلى الآن باسم النهضة تجمع باسم النهضة طيب خليك النهضة أين مسيرات الأخرى؟ يعني اليساريون ينشطون إذا كان هناك نشاط فنحن هناك على كل حال يعني لو أردنا أن نقيم بعجالة ما دمت هكذا ترى بأن النهضة موجودة تقييم عملكم منذ خروجكم إلى الآن ماذا حققت النهضة في الداخل أو في الخارج؟ حققت الكثير إذا علمنا بأن النهضة استهدفت بمخطط استئصال حقيقي وهذا المخطط جرى تطبيقه في ظرف دولي مناسب جدا للمخططين فكون النهضة تفوز بوجودها فهذا نصر ليس قليل حركات سبقتنا وجهت إليها آلة القمع الموليسي أتت عليها وكأن لم تكن النهضة موجودة اليوم ظلت ثابتة صامدة في السجون هؤلاء أبطال تاريخيون في الحقيقة ولا يزال الصادق شورو حتى الآن صامت بعد عشرين سنة من السجن لو كان الحركة ما فيها إلا صادق شورو لا تموت ولو ما فيها إلا صادق شورو لا تموت الحركات بهذا فنهضة موجودة في البلاد موجودة في المهجر موز على خمسين دولة ومع ذلك النهضة حافظت على وجودها حافظت على وحدتها ما تمزقتش وهي بين السجون ومنافي لم تتمزق لم تخترق الإيدولوجيات الأخرى إسلامية وغير إسلامية ظلت تدافع عن مظلمتها وعن مظلمة تونس ومظلمة المساجين وتجمع الضغوط على السلطة حتى تطلق سراح أبنائها وظلت تعيل بقدر استطاعتها العائلات بما استطاعت وكان لها دور المسلم كالغيث النافع حيثما حلى ينفع فالنهضة اليوم هي جزء من حالة الإسلام في العالم جزء من الإسلام الغربي فساهمت في توطين الإسلام وفي نشره ومراكز إسلامية اليوم كثيرة في الغرب يترى أسوأ أبناء النهضة فالنهضة ليست كيانا جامدا سماكة أخرجتها من الحوض تموت يعني قبل قليل كنا نتحدث عن الخطاب يعني رؤية النهضة بالتأكيد للنظام في تونس ولي تونس بشكل عام في التسعينات لابد أن تختلف عن هذه المرحلة لم يبقى لديها أفراد إلا باستثناء الصادق شورو في السجل إذا اختلفت السلطة نحن سنغير مقفنا يوم أن سمح مثلا نحن لسنا محارضة عدمية نحن محارضة إيجابية ما الذي تغير في خطابك؟ ولذلك يوم تم الاعترافه بإذاعة للقرآن الكريم نحن ثمننا هذا العمل لم نقلو الله لأن النظام سمح بشيء طيب إذن مدام صدر عن السلطة فهواس البلاد نحن لسنا محارضة عدمية فلو أحسنت السلطة لن نقابلها إلا بمزيد من الحسن ولكن الحاصل اليوم في تونس أن السلطة تتدهور أكثر فأكثر أن هناك اتجاه لمزيد من نهب الثروات وتفقير الناس والاعتداء على حقوق الإنسان انظر تابع كل يوم تابع الأخبار كل يوم هناك اعتقال للشباب الإسلامي لمجرد التدير الآن صار هناك تهمتان في تونس لقمع المعارضة الإسلاميون كل من يدخل من يصلي كل من يمسك مصحف متهم باللي هو إرهابي متطرف ونحن نظام التونسي لابد أن نسهم في المجهود الدولي حتى نأخذ ثمن نسهم في المجهود الدولي لمقاومة الإرهاب بعض الإسلامي مضروب بتهمة الإرهاب وغير الإسلاميين يعني اليسارين هؤلاء الآن صارت تهمة لحقهم أيضا اسمها المحافظة الدفاع عن استقلال تونس يعني قميس الشماري ولا الجندوبي ولا كل ولا الشابي ولا أمثالهم هؤلاء كل هؤلاء متهمون الآن بأنهم يتاجرون أو يضحون أو يبيعون استقلال تونس لمجرد أن الاتحاد الأوروبي أجل أو لم يقبل مطلب تونس في ترفيع شراكتها إلى أن تصبح مثل المغرب شريكا منتازا وكان المتوقع أن تونس باعتبارها هي أقدم من مغرب أول دولة في الجنوب المتوسط اعترفت لها أوروبا باتفاقية شراكة وكان ذلك جائزة في الحقيقة لمساعدتي على مزيد من قمع الحركة الإسلامية لأن ذلك تم في عز القمع في تونس في أوسط التسعينات الآن مفترض كان متوقع أن تونس ترفع شراكتها ولكن لم يقبل هذا المطلب وقبل من المغرب عوض أن النظام التونسي يتساءل يقول ليش؟ لماذا؟ وأنا الأسبق في اتفاقية شراكة لماذا لم أقبل شريكا ممتازا وقبل للمغرب الذي جاء متاخن يعني مثل واحد يقول له شوف الله في وجهك لبعد يعني نقطة سودة فيطلق الرصاص على أصبعك هو اتجه إلى الذين اتجه إلى نشطاه حقوق الإنسان واتهمهم بأنهم هم الذين أغووا هم الذين ظللوا الاتحاد الأوروبي وكان الاتحاد الأوروبي بسيط معادي سفراء ومعادي الخبراء ظللوه وجعلوه يعني يرفض ترفيع مستوى شراكة تونس مع أنه السبب واضح هو هذه الاعتداءة على حقوق الإنسان هذه الاعتداءة على الحرية التعبير بل أشد من هذا لم تعد هناك ثقة لم تعد الثقة التي كانت في مشروع الاتصاد التونسي هذا الذي سم يوم من الأيام المعجزة التونسية لم تعد محل ثقة أوروبا ولذلك يعني نوع من التوقف إذا عملية ما يحصل من نهب للثروات هذا لا ينمو معه اقتصاد رأسمالي لا تحصل تنمية اقتصادية في ظل غياب الشفافية والمحاسبة والصحافة الحرة لا يمكن أن يحصل هذا نهب يعني ماذا تقصد بالنهب يعني بالضبط ما هي الجهاء يعني نهب رسمي نهب أفراد نهب هناك حوائل معروفة الناس كلهم يتحدثون عنها في البلاد يعني نوع من المافيات تنهب الثروات بنوك وشركات ويعني ما يسمى الملكية العامة الشعب التونسي كان يملك 60% من الثروة تقريبا ملكية عامة هذه نقلت لم تنقل لملاك حقيقيين وإنما نقلت إلى مافيات إلى جملة من العائلات بأبخص الأثمان ولذلك تم التفريط في حقوق الشعب التونسي لصالح مجموعة من العواهل على كل حال سنواصل هذا الحوار ولكن بعد الفاصل شيخ راشد إذن مشاهدين فاصل قصير تم نعود لمتابعة الجزء الثاني من بوضوح نرجو أن تابعهم اشتركوا في القناة اهلا بكم من جديد بوضوح وضيفنا الليلة الشيخ راشد الغنوسي رئيس حركة النهضة التونسية المحظورة شيخ راشد كنا نتحدث عن الجوانب الاقتصادية وتلام في الحقيقة حركة النهضة وبعض الأطراف المعارضة الأخرى بأنها لا تقر بأن النظام التونسي يحقق في الحقيقة إنجازات اقتصادية مهمة يقر بها حتى الأوروبيون واستقرار نوعي تفتقده في الحقيقة بعض دول المنطقة لو كان هذا صحيح كما ذكرت لقبل مطلب تونس في ترفيع شراكتها لماذا لم يقبل؟ معنى ذلك أن هناك مراجعة غربية أن الاتحاد الأوروبي بصدد مراجعة تقديره للموقف الاقتصادي في تونس تقديره للحالة الاقتصادية في تونس ما كان يظن بأن هناك نمو صاعد اليوم لم يعد كذلك هناك حالة بطالة منتشرة فقط يتقدم لمنصب أستاذي التعليم ثانوي أستاذ تعليم ثانوي في زمننا نحن كان من يحصل على لسانس يعني يتقدم إلى وظيفة أستاذ ثانوي فيأخذها سنة الماضية يتقدم ثمانين ألف مترشح ليتنافسوا على ثلاثة ألاف مقعد هذا ممتاز هذا ظاهر إيجابي يعني عدد الخريجين كبير أصلا أزمة قفصة لحصة المناجم حوض المناجم اللي هو حتى الآن دمل لم يندمل وأطلق فيه أطلق الرصاص الحي على الناس وقتل واستشهد عدد من الناس لماذا؟ بسبب أن أن الشركة انتدبت أرادت أن تنتجب خمسمائة موظف وهي المشغل الأساسي في تلك المنطقة يعني شركة الفلسفات فتقدم عدد كبير من الناس للتزاحم على خمسمائة مقعد واتهم في النهاية يعني كانت تهم أنه أنه وقع تزوير أن الأقارب وهم الذين أخذوا هذه الماء المواقع تظاهر الناس فالدولة في النهاية أطلقت عليه من رصاص ما حصل من أزمة في منطقة المناجم لسببين السبب الأول هو انتشار البطالة والسبب الثاني هو غياب العدالة الناس لا يثقون في أن حجم الاقتصاد الموجود يوزع بعدالة فإذا كان هناك مناظرة يعني لقبول عدد من الناس لا ذيقة في أن أن هذه المناظرة أن هذا الانتداب للموظفين سيكون عادلا بحيث غياب العدل من ناحية وغياب الحرية وغياب سلطة القانون في النهاية جعلت قصة هذه المعجزة الاقتصادية والازدهار الاقتصادي هذه قصة من الماضي في الحقيقة اليوم التونسيون يعيشون أزمة بطالة ويعيشون أزمة غلاء ويعيشون أزمة غياب الحريات المغرب فيه مشاكل المغرب مش ما فيه مشاكل نعم ولكن بسبب أن هناك حرية الناس يتكلمون وهناك عملية سياسية متوسطة على الأقل ومهمة تجري انتخابات حقيقية هناك صحافة هناك جمعيات حقوق إنسان تنشط بينما في تونس يعني المقت وسكت مقت وما تكلمش على كل حال كانوا يقولوا للناس استهلك وسكت الآن ما تستهلكش ما تستهلكش وسكت على كل حال من حقكم كمعارضة وهذا في الحقيقة دور المعارضة في أي مكان حتى هنا في بريطانيا هو انتقاد الجهاز الرسمي الحزب الحاكم ولكن أن تنتقد وتفتقر للبديل هذا هو الغير معقول النهضة اليوم أين هو مشروعها يعني مشروعكم وأن تنتقدوا وكفاء لم يعد خطاب النهضة إلا في البحث عن مصالحة والبحث عن عودة ما هو مشروع النهضة لإيجاد بديل وحل مشاكل مثل مشكلة العنوسة تعاني منها تونس وكل المجتمعات العربية مشكلة تدهور النسل مشكلة البطالة التي تحدثت عنها ما هي حلولكم هذه المشاكل كلها ثمرت سياسات الدولة رافضة أن تعيد فيها النظر مثلا هذه الآن عملوا سياس تحديد النسل بتمويل أوروبي هائل ضمن في الحقيقة مخطط موضوع للعالم الإسلامي اللي هو تقليص نسل المسلمين وتونس تتخذوا يعني حقلا للتجربة فانتهت سياس تحديد النسل إلى أين انتهت إلى أن تونس تعيش حالة شيخوخة معدل العمار ارتفع التونسية اليوم يعني لا تنتجوا ما عندهاش أمل في الحياة التونسي والتونسية ما عندهمش إمكانية للزواج أصلا ولذلك نصف الشباب التونسي بالتصريحات الرسمية نصف الشباب التونسي اليوم يعني تجاوز مرحلة الزواج يعني رجال يتزوجون بعد الأربعين والنساء يتزوجنا بعد الثلاثين هذا إذا تزوجوا بسبب ماذا؟ بسبب أزمتين الأزمة الأولى هي أزمة أزمة اقتصادية والأزمة الثانية هي أزمة قيم ما ذا ماش أمل لأن الزواج والإنجاب هو نتيجة أمن أنه الإنسان يعيشوا بنوع من الأمن الاقتصادي والأمن النفسي هذا الآن غايب في البلاد غايب الأمن الاقتصادي بحيث هذا الشاب المستقبل غامض قدامه وثانيا ما ذا ماش أمان نفسي وأمان أخلاقي لبناء أسرة ولذلك يعني أي مشروع هذا الذي تبشر به السلطة والذي وضع تونس على طريق الإنقراض الشعب التونسي الآن الخطة التي قامت بها دولة الاستقلال وضعته على طريق الإنكماش السكاني كل العالم الثالث يشكو اليوم زيادة السكان إلا تونس تشكو حالة شيخوقة وهذا بطبيعة الحال سيوجد مشكلات أن عدد العاملين سيكون صغير بينما وهذا يصلت إرهاقا على صندوق الضمان الاجتماعي لأنه الميخدموش صغار وكبار من يشتغلوا من أجلهم يعني إذن أردت ونقول بأنه ليس مطلوب من النهضة الآن ولا من الأحزاب الأخرى أن توجد برامج المطلوب الآن قبل كل شيء هو أن نوجد جو حد أدنى من ضمانات التعايش بين التونسيين لأنك من أجل أن تفكر في برنامج ينبغي أن تكون مطمئنا على ضروريات حياتك أساسية حقوقك الأساسية أما أنت يطاردك البوليس وكم من مرة نحن عملنا مركز دراسات في البلاد كم من مرة عملنا مركز دراسات وبدأنا أقوم بدراسات بعد شوية يأتي الأمن ويلم تلك الدراسات وتصبح موضوع أمني من كتب هذه الدراسة من ناقشها من حضرها بحيث يعني في ظل هذه الأوضاع لا تتوقع أخصالها أن يتطور في تونس فكر ولا تتطور برامج اللي تطور الشيء الوحيد لتطور في تونس هي أجهزة القمع على كل حال انظر الآن ماذا يحصل في الانترنت يعني كيف شباب الانترنت اليوم يصارع هذا النظام البوليسي كيف يصارع والنظام البوليسي عام الجيش من المهندسين من أجل تحطيم المواقع ومنع التونسين من الحوار اليوم نقرأ في الكونفيدرالية الإسبانية للشغل عندها موقع فتحدثت فيه عن بعض ما يحصل في تونس وناصرت يعني ضحايا الحوض المنجمي فالنظام التونسي كسرهم وقعهم هو في إسبانيا وبحيث مش ناجي من هذا الشر حتى الناس اللي خارج البلد فضلا عن الناس اللي داخل البلاد يعني أنتم لو كنتم في السلطة كنتم سمحتم بالانتقاد هناك تجارب إسلامية في المنطقة لا تسمح حتى بكلمة لا يعني الحقيقة في السودان انظر في السودان ليش؟ السودان على كل حال يعني ليس نموذجا ومع ذلك السودان كل أحزابه الآن معاش فيه أنا وحزب في خارج السودان نعمل كل الأحزاب موجودة داخل السودان إلا بعض الأحزاب المقاتلة يعني جماعة درفور أو الجنوب وهؤلاء يتحاوروا معهم يعني الشيخ الترابي محارب؟ الشيخ الترابي موجود داخل البلد عنده حزبه موجود داخل البلد وعندهم مشاكل معه ونحن لا نقرر هذا الأسلوب في التعامل يعني مع الشيخ الترابي ومع غيره ولكن على كل حال لا وجه للمقارنة بين النظام بين نظام يعترفه بكل أحزابه مع أنه عنده مشاكل ومع نظام يقوم بعملية يعني فرز فلا يسمح إلا بدكاكين لا تمثل خطرا عليه شيخ راشد النقطة الأولى والخطوة الأولى للالتقاء وإيجاد قلوب متقابلة وأياد ممدودة لبعضها هي العودة العودة في حركة النهضة هي موضوع خلاف الآن ليست موضوع خلاف هذا ولكن النهضة تقدر بأن وضع البلاد اليوم ليس جاذبا وضع تونس طارد الناس يرمون أنفسهم في البحر يا صاحب طبعا لماذا وضع تونس بسيئاته التي ذكرتها هو جاذب لعبد المجيد النجار ولم يجذب بعد شيخ راشد الغنوشي ليعود هو نفس السؤال هذا يمكن أن نوجه لماذا يعني لو كان الوضع جاذبا لجذب الجميع لأن نظام يتعامل الآن مع التونسيين ليس باعتبارهم أصحاب حقوق وإنما يعني مزايا وهيبات فيتكرم على هذا ولا يتكرم على ذلك بما في ذلك موضوع الجواز لماذا الشيخ عبي فتح مورو عنده عشرين سنة ممنوع من الرغم ما عرف به من اعتدال لماذا ممنوع من الحج والعمرة لماذا الحمد جبالي ممنوع لماذا المحامي محمد النوري ممنوع فالنظام التونسي لا يتعامل مع التونسيين أنهم أصحاب حقوق نحن نريد ونناظر من أجل أن تكون أن يكون الجواز حق للتونسي موش مزيئ النظام ما اعتبرش يوم من الأيام أن التونسي عنده الحق أن يعمل جمعية وأنه ينشي جريدة وأنه يتنقل داخل البلاد ويتنقل خارجها وإنما على أنه هو القوى الذي لا يسأل عن ما يفعل وينعم على هذا بجمعية وعلى ذلك بحزب وعلى ذلك بشركة وعلى ذلك بجواز ويمنع الآخر هذا هو المشكل طب حتى نعود لموضوع السؤال تقول بأنه موضوع العودة ليس موضوع خلاف لماذا إذن كيلة الاتهامات والتجريح حتى للدكتور النجار على الانترنت وفي بعض المقالات من أشخصيات محسوبة على النهضة هنا في الخارج هذا كل حوار داخل أبناء النهضة وغير أبناء النهضة ونحن نظام بوليسي سنمنع الناس من الحوار ولكن نحن كل الذي نصحنا به وننصح به أن يكون هذا الحوار حوارا أخلاقيا أن يكون حوارا مبدئيا يحترم الآخر فقط أما نحن لن نمنع أحد من أن يناقش الدكتور النجار في أفكاره أو يناقشه في مسالكه أو يناقش رئيس النهضة نفسه لن نمنع أحد أوضاع البلاد هي اللي جاء لتونسي يفر بجلده في الخارج أما لتونسي الموجود في الخارج هل سمعت حتى من الإخوة الذين عادوا اللي هم أصابع اليد هل سمعت أحد منهم فكر أن يقيم في تونس لماذا أنت ما تمشي تقيم في تونس صالح أنا لأنه مقر عملي هنا على كل حال ولا سمع النهضة لأن في تونس لا توجد فرص فضلا عن فرص الشغل المحدودة أهم من هذا ما فيش أمن الناس في بلاد ما فيها إستقلال قضاء في بلاد فيها سلطة مطلقة للقليز كيف يأمن التونسي على نفسه ولذلك التونسي يعانوا يعانوا ليس التونسي المعارض والإسلامي والنهضة التونسي العادي جدا معرضك الخضار معرض بشي يجيب بوليس يخذ له من الخضر بتاعه والززار يخذ له من اللحم بتاعه بدون أن يدفع ثمن والآخر يعتديله على بنته ولا يستطيع التونسي يتكلم طب قد يكون جزء من هذا أو ما تقوله موجود على كل حالة أكثر من هذا مش جزء منه ولكن أنا أعود إلى سؤالي ولكن بالصيغة أخرى قضية العودة قضية غير مجمع عليها داخل حركة النهضة حتى أن حماد جبالي قال بأن هذا موضوع جزئي وأنتم هنا يعني من يعود يعني تنظرون إليه بشيء من الريبة حتى الآن أنا ما أزاله العبد الضعيف هذا لا أزاله رئيس النهضة أقول لك وبصريح العبارة أين بصريح العبارة لا تحاصر من يعود ليس هناك أي حذر على العودة ولكن أنا أقول للإخوة بأن العودة في الظروف القائمة لا تقدم ضمانات لأن تكون عودة آمنة كريمة ولكن من أراد أن يعود يتحمل مسؤوليته طب يا شيخ راشد يعني بأمانة وأنا لست من النهضة ولكن أتحدث ربما بما يشعر به البعض داخل النهضة يا سيدي عشرين سنة طال الزمن بالناس وملت يعني الإنسان بشر في النهاية لا يوجد ضمانات وهل ستأتي الضمانات من السماء متى تأتي الضمانات وأنت رئيس الحركة السنة القادمة أنت يعني حكمت على حركة الزمن ووقفت له هنا يا أخي بن علي ما وش مصير تونس الأبدي هو لحظة فيه لحظة والغنوشي لحظة وغيره لحظة وبرجيبه لحظة في تاريخ تونس ليش انت حبثت الدنيا إلى هنا كأنه عقارب الساعة ووقفت العالم كله في حال التحول تونس ما هيش بيش تبقى جزيرة معزولة عن عالم يتحول هذا العالم يتحول نحو الحرية نحو عالم مفتوح هذا مرحلة الأنظمة البوليسية والأنظمة الحديدية انتهت هذه ولذلك تونس لن تكون إلا تونس حرة ولكل أبنائها ولن يكون الإسلام إلا في أرضه في تونس حقا وحقيقة أحب من أحب وكره من كره وسيكون للنهضة مستقبل في هذا البلد ولا شك وبجلدها السابق وليس بجلد جديد بلان على يقين من أنه لا مستقبل لتونس إلا مع النهضة وبجلدها السابق أنا أقول النهضة يا أخي ليست صنم نعبده النهضة المشروع الإسلام لا مستقبل لتونس إلا في الإسلام ولا مستقبل يومتنا بل العالم العالم كله ماشي يا أخي ماشي العالم نحو التعايش مع الإسلام رغم أصوات المتعصبة وأصوات الصهاينة ومع ذلك العالم كله ماشي ليتعايش مع الإسلام وليقبل الإسلام ليصبح في الانتخابات لخيرة تسع نواب دخلوا البرلمان البريطاني الآن مديرة الحزب الحاكم اليمين مسلمة يعني حتى تصل الرسالة ربما للطرف الآخر الذي يبحث عن حل ما أنا لا أدري أتوسم هكذا مستعدون لتغيير الإسم مستعدون لتهديئة الخطاب مستعدون لبعض الأشياء حتى تتيسر العودة أم لا مستعدون لكل ما فيه خير البلاد والعباد ونحن نعتقد بأن خير البلاد والعباد في أن تونس تكون مفتوحة لكل أبنائها وبناتها بدون تمييز وبدون إقصى وبدون غش أنا كنت سألتك هذا السؤال وخير البلاد والعباد في أن يكون الإسلام في تونس أرضه غير مقهور وأن لا يكون أحد مقهور أي صحب فكرة أن يكون مقهورا في البلاد كنت سألتك هذا السؤال في حوار سابق وأسأله مرة ثانية متى يعود الشيخ راشد ومن معه لتحريك المياه الراكدة يعني أن نهضة انقطعت من هناك أنا قلت لك منذ قليل وأنا على يقين بهذه كلمة لو أتيت إلى طالب في الجامعة وسألته هل تعرف حركة النهضة سيقول لا أعرف أنتم مسؤولون عن هذا لأنكم اخترتم البقاء هنا هذا كلام يعني فيه كثير من المبالغة أن الناس نسوا النهضة أصلا والنهضة أصبحت نس يمنسية نحن في عالم مفتوح يعني الزعيم التونسي الثعالبي عبدالعزي الثعالبي الشيخ عبدالعز رحمه الله يعني عاش مدة طويلة في المهجر أظن من يمكن 14 سنة ولا 15 سنة عاش في المهجر وفي زمن لم يكن فيه إعلام ولكن ومع ذلك ما نسيه الناس الشعوب ليست هكذا ذاكرتها بهذا القصر وأخلاقها بهذا الجعود ولكن حينها الحركة الوطنية لم تقطع وأنتم الآن أتيتم بالنسل النسل النهضة أتيتم به هنا فقطع الحبل لا لم يقطع الحبل أغلب النهضوين ظلوا في البلاد والسجون هي أجزء من تراب البلاد وظلت الأسود رابضة عليه ولذلك أنا أقول متى سأعود أنا لو قدرت غدا أن عودتي غدا سيكون فيها خير لتونس أعود لو أن أخواني في البلاد يقولون إن عودتك غدا سيكون فيها خير البلاد أعود لكن مرة كان فيه شاب اليحياوي شاب يشتغل في الإنترنت نعم رحمه الله يعني وجه لي رسالة مفتوحة أن أعودي للبلاد فقلت له لماذا هذه العودة إذا كان المقصود هو أن نعزز تمثليتنا في السجون فنحن الحمد لله الذي لا يحمده على مكرون سواء من هو ممثل مثلنا في السجون إذا أردت أن تكون عودتي تعزيزا للسجن الكبير اللي هو تونس فعندنا ممثلين كافيين فما الهدف من هذه العودة ولكن شي فراش الآن الموجودين في تونس يأتون عندك الأخصالح من أجل أن يسمعوا كلمتهم للتوانسة مثل المملأ على كل حال لو كان تونس مفتوحة ما كانوا يطروا يجوك لهنا لندن من أجل أن يسمعوا صوتهم يعني لا تريدون العودة خوفا من السجن؟ ليس خوفا من السجن أنا سجنت أكثر من مرة ولكن العودة ينبغي أن تكون حودة حقلية عودة فيها تقدير أن هناك مصلحة تتحقق ليست متحققة الآن عندما يقدر إخواني أن هناك مصلحة أنا سعود ولكن ضمن الأوضاع القائمة ما يبدو أني سعود إلا آخر العائدين يعني يوسف عليه السلام يقول السجن أحب إلي مما يدعونني إليه يعني أنتم السجن يقربكم من التونسيين لو عدتم وسجنتم ولكن الغربة أبعدتكم كثيرا شيخ رشت هذا واقع لا يمكن نكرانه من قال بأن السجون تقرب تقرب لأن تصل حتى داخل السجون الذين سجنوا صادق شورو بقاثلوا الطاشن سنافي سجن معزول حتى داخل السجن معزول خليه يتصل بمجرمي الحق العام حتى داخل السجن هناك عزلة فصوت التونسي مقموح حتى داخل السجن أنت عندنا لم تسمع بأكثر من مرة وأن كان مقارنة أنا لا أحبها ولكن هي أمر واقع أكثر من مرة نحن نسمع بمحادثات بين الحوار وما بين سجن من السجون في الأرض المحتلة في تونسي هذا يعتبر كارثة عظمى يعني لو أنه ضبط راديو وإلا ضبط تليفون عند سجين بل ساعة تضبط عند سجين يقوم بحث كامل في السجون فهناك يعني قبور في الحقيقة ما يشتجون أنا أسألك على العودة على اعتبار على اعتبار أنه تونس ما تزال تحتاج إلى النهضة ولكن في الحقيقة هناك من يرى العكس تونس لم تعد تحتاج إلى النهضة يعني لأنه كما يقول هؤلاء الصحوة موجودة والنظام امتطى الموجة كما يقول البعض هناك الزيتونة إذاعة الزيتونة هناك بنك إسلامي هناك هناك مظاهر تدين موجودة ماذا ستضيف النهضة إلى هذا المشهد أنا متأكد يوما النظام يصل إلى هذه القناعة أن النهضة لم تعد تمثل أي شيء في تونس سيفتحوا لها دبكان ولذلك إذا كانت النهضة كما تقول يعني سلعتها البائرة خلي جرب حظة تفتح أرجعونا تفتح دكان وخلي تفلس ليش أنتم خيفين منها يعني يعني على الأقل الآن يعني لا يوجد أي إمكانية للحوار يعني ما الذي يؤخر هذا الحوار الذي تأخر 21 سنة مع النظام يؤخره الاستبداد الانفراد ولكن لا تعترفون بأن خطابكم أنسى النهضة أنسى النهضة حتى ما تخليش النهضة وسواس لكن أنسى الحوار بين طرفين يا سيدي إنسى النهضة يقول ما هو الحوار الجاري بين المعارضة في تونس وما بين النظام القايم هل سمعت في انتخابات هل تقع انتخابات في تونس في الحق بينك حسين ولكن هل سمعت يوما هل أحد توقع من الانتخابات في تونس مفاجآت قل والله ربما الرئيس المرة هذه توياخذ الذين بالمئة برك 99 هل توقع مجنون أنه انتخابات تونس فيها مفاجآت أو فيها جديد بذن ماش حياة تونس ولكن إذا صوت الناس لها ما ذنبه نعم إذا صوت التونسيون للرئيس فما ذنبه الرئيس ذنب التونسيين في طبيعة الحال يعني وقت اللي تحط محمد عليك لا يلعب وتلعب معه ولا تصغر خاطعا يعني راح يطيع حكم للذربة يعني هم الصغار هم عيبوا عيبوا هم إذا استبعدنا الأبطال والمنافسين الحقيقيين واخترنا إذا كان الإنسان الذي الذي يريد أن يسابق اختار من يسابقه هو الذي يختارهم في طبيعة الحال سيكون مو الفائز ما هي مطالبكم الآن شيخ راشد من النظام العلي ما طالبنا مطلب واحد مش عشرين الحرية منذ دخلنا الحياة السياسية في تونس 81 ومعنا الشعار هي الشعار الحرية نحن نعتبر أن من حق تونس أن تكون حرة طوال صار قرن ونصف وهم يناضلوا من أجل برلمان تونسي حتى الآن معناش برلمان حقيقي معناش صحافة حقيقية معناش جمعيات حقيقية كل ما هو معارض حقيقي هو في الصداة مع الدولة فالدولة حتى الآن ما تزال متألها لم تقبل وجود شعب تونسي وأنها خادمة له وأنه هو صاحب الحق في أنه ينتقدها وفي أنه يعزلها وأنه يقوم مسالكها حتى الآن لا أقول بأن تونسي حالة شاذة في العالم العالم العربي كل دولة ما مدفلتك للأخرى معناش نسيك البلاد ولكن على كل حال يعني تونس ضربت أسوأ الأمثال في القمع وفي النفاق وفي يعني نهب الثروات في النهاية بقيت دقيقتان فقط أقسمها بين سؤالين بعجالة لو سمحت ماذا تمثل لكم سنة 2014 والحديث عن الخلافة وما إليه وربما انتهاء فترة حكم الرئيس الحالي من ترون الوجه المقبل وأين النهضة من هذا ماذا لنا هذا مشكلة يعني الرئيس الآن المفترض هذه دورته الأخيرة من أكثر من وجهه يعني سوى من حيث العمر أو من يعني هذه دورته الأخيرة ولكن لا هل من حديث الآن رسمي حول بعد 2014 وين تونس ماذا سيحصل هذا تعبيرك هذا نفسه مضحى جزء من الأزمة جزء من الأزمة أنه نحن ماشيين نحو المشؤول مش عارفين مصيرنا ما ناش قادرين انتحبسوا على مصيرنا المفروض أنه في المنتديات في تونس كله الآن حديث ماذا سيقع بعد 2014 ولكن هذا الحديث واحد يقول ربما يعني زوجة الرئيسية التي ستاتي واحد يقول ربما سهر الرئيس هو الذي سياتي واحد آخر يقول ربما مدير اللمن الرئاسي هو الذي سياتي أنا ربما أرشح نفسي هل ستصوتون لي نعم لما لا على كل حال بقي سؤال نعطيه لفلسطين لماذا غابت حركة النهضة عن المشاركة في قفلة الحرية الأخيرة على أقل إذا كانت جبهة تونس مغلقة كما تقولون فجبهة فلسطين مفتوحة للجميع أم أثرتم الجلوس هنا في بريطانيا يعني الأرائك وثيرة على كل حال المفروض هذا دور تقوم به البلدان يعني البواخر التي خرجت خرجت من بلادها خرجت من اليونان وخرجت من تركيا وخرجت من الكويت يعني فالناس الذين الدول هذا عمل لأنه الذي يحملوا علما الدولة هي التي تتصرف العلم فالذي يعطي يعني حق تسير باخر هي الدولة فنحن لسنا دولة نحن حركة مضطهدة مضروبة ولكن القضية الفلسطينية نحن فيها محرزون بل العلم التونسي يعني رفرف في أكثر من باخرة من البواخر السابقة يعني البواخر التي مهدت كان العلم التونسي موجود من خلال وجود بعض إخواننا بعض أبناء النهضة وهؤلاء لا يزالون عاملين في هذا المشروع مشروع يعني غزة الحرة وهذا المشروع لكسر الحصار نحن هذا مشروعنا ونعمل فيه بقدر جهدنا على كل حال الشيخ راشد نأمل أن تكون قافلة الحرية القادمة تحمل ما تبقى من التونسيين المهاجرين هنا إلى تونس وليس إلى غزة نرجو الله تطول غربتكم ونأمل أن يكون في القافلة القادمة يعني تنطلق بواخر من تونس ليش تونس ما تنطلقش منها بواخر سؤال مطروح على كل حال الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية نشكرك جزيل الشكر ونرجو الله تطول غربة التونسيين هنا في بريطانيا وفي غيرها من دول الأوروبية كما أشكركم مشاهدين على حسن المتابعة بوضوح إذن أجرينا هذا الحوار ونأمل أن يجمعنا دائما الوضوح والصدق في أمان الله ترجمة نانسي قنقر